سلام الكبيدات كديري لبس عليكم كانت منى تكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو شكرا المتتبعات ديولي وشكرا الناس الجداد لعدل تحقوا بقناة قناتي قناة عالم أم يحيا كنشكركم بزاف على التقيقات ديالكم في القناة ديالي وكانت منى تكونوا دوز دو عطلة سعيدة ان شاء الله المهمة جيت ليوما نشارك معكم هاد الفيديو كنت في ضاري في العروبية وعندي واحد انتيحف تم مصيبة بيدي يعني واحد البانو ديالتلفازة كنقول عليه انا متيحف حيث الدكورات اللي مصيبة فيه كلهم مصيبهم بيدي تكشي لش كنقول اراه متيحف وهذا هو البانو اللي صيبت التلفازة المهم غادي نشارك معكم هاد الشكيلات ديال الدكورات اللي مصيبهم بيدي غادي نزين بهم هاد البانو بقوا معايا باش تشوفوا كل حاجة كيفاش تصوبات وتعطيوني الرأي ديالكم البنات ضروري بغيت رأي ديالكم وتشوفو نيت واش كينشي نوع ديال الفن ولا غير ضاح كينو صافي المهمة البنات كيم ما كتشوفو هاد الشكيل هادي صيبت هاش على شكل واحة ودرت فيها الاسماء ديالولادي يونس وياحيا جات على هاد الشكيل كيم ما كتشوفو البنات اصيبت فيها يعني اشياء كتيرة آآ فيها شجيرة فيها آآ هاد الشكل ديال الصبر فيها واحد العين درتها في الوسط ديال ديال هاد ديال هاد الواحة زينتها بهاد الببوش اللي آآ سبغتو بهاد الوينات المهم حويجات اللي آآ من الخيال ديالي ولكن صارحة عجبت ولداتي وهادي ايه الشكل ديال العين اللي درتها وسط من هاد الواحة وجاء الشكل ديال هزوين صارحة كندير فيها الماء وكتجي واحد ديكور زوين البنات والله العظيم آآ وخبطة كار آآ بسيط ولكن اذا شفتيها في آآ في الواقع كيفاش دايرة كتلقى فيها واحد المنظر جميلة البنات والله العظيم وصيبتها بالقبص على هاد الشكل وتبت فيها هاد ديكورات كاملين آآ مهم شي حاجة اللي عبرت بها الولادي على آآ معززهم عندي وهنا يا البنات كتشوفوا هاد ديكور ديال هاد شكل ديال البيت صغير آآ تهو وصوبته بهاد الكاياس اللي كيكون آآ على هاد شكل كاياس مصدك الكبير وشديته وصبغته ورسمته على شكل آآ منزل صغير على هاد الشكل المهم البنات عطيوني رأي ديالكم انا كيعجبني هاد شي ديال الراسم هاد شي ديال الالوان آآ كان حماق عليه وكان لقاها فيه راحتي يا البنات المهم دارت هاد الشكلات هاد الشكل الليول كيما كتشوفو هنه يعني سقيف ديال هاد هاد الضار شريج مات يعني ما خاصات تشي حاجة المهم صايفت هاد الشكل الليول بالحمر وصايفت الشكل الثاني بالصفر كيما كتشوفو المهم كيشوفوهم الوليدات كيعجبوهم وكد كتجيهم شي حاجة اللي آآ خيالية يعني آآ باش تكون غير آآ آآ غير حجيرة وغادي تصايفها تشكيل راها شي حاجة اللي زوينا وهنا هادو البنات تقولوا يا ام يا احياء اش هاد العجب هادو البنات راها الدلاح كيما كتشوفو تا هو شكل آآ نص دلاحة يعني على النص ديالها على الطول ديالها دلاحة كاملة المهم هادفي كامل آآ مصيب بالكياس على هاد الشكل مهم كان نختار انا الكياس اللي غادي يعطيني آآ شكل دلاحة كياس لغايعطيني نص اللي غا نشوفو هاكا مقصوم غا نديرو نص واللي اللي مجموعها هاكا مدورة غادي نديرها على شكل دلاحة هنا كيما كتشوفو را كل هادشي آآ مصيب باسباغة ديال الزيت اللي كتغسل وكتتمسح يعني ما كت آآ ما كتتمحا ما تشي حاجة وهنا كيما كتشوفو هادا البطيخ داك الصفر حتى هو صايبته بهذا الكياس وهادو آآ فريزات حتى هما مصابين من الكياس على هادشكل المهم آآ اي شكل بالي في الكياس غايعطيني واحد النوع ديال الفاكهة كارن كان نصبغو على اللون ديال هادك الفاكهة وهنا البنات هاد الشكل ديال هاد الحشارة آآ اللي كتسمى آآ بتعصوقة اللي كتكون معروفة باللون الاحمر وفيان قيطات كحلين آآ المهم احتى هي آآ درتها لهذاك الشكل وهاد الشكل كيف ما كتشوفو آآ صوتو على شكل نحلة آآ في هاد آآ شكل المهم آآ احتى هي غادي يشوفوها الوليدات وتعجبوهم مهم ابتكارات آآ من الخيال ديالي وصافي هنا يا كيم ما كتشوفو غادي تقولوا لي آآ هاد العجب آآ ام يحيا هذا البنات آآ صبر او باللغة آآ الداريجة ديالنا آآ كيقولوا الدرق اللي آآ صارحة بدا تين قارد في المغرب ما بقاش يعني بقى غير في بلايس قليلة قليلة اللي كيدير هاد الهندية الكرموس ديالهندية المهم انا صايبتو بهاد الكايس على هاتشكل المهم سبعتو باللون ديال ديال الصبار آآ زوقتو على هاتشكل ايه وصافي آآ درتو في هاد الهد الحقيقات اللي ديال الصبار غانيت يعني ذوك الصبار الحقيقات الاخوة وهنا كيم ما كتشوفو البنات هاد العويدات ديال الطمر هادو العويدات اللي كيكون فيهم الطمر حتى هما البنات ما كان ما كان لوحهمش كان جمعهم وكان صدقهم حتى هما بهاد اللوينات كيم ما كتشوفو وكان ديرهم آآ على شكل ديكور مهم راكينين عندي في القناة اللي البنات اللي عجبتهم الفكرة وبغوا آآ يطبقوها راكين الفيديو ديالهم في آآ في القناة نخليه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله كتشوفو كيجي على هاد شكل كيجي زوين شي حاجة اللي ما معروفاش اش مو هي والمهم درتو هنا يفهد هاد رضي ديال يحيا احتى هي آآ آآ صراحة ما 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 لحت شا دك رضي ديال يولو كلهم جمعتهم باقين عندي وهادي شديتها وسبغتها وجاء وخليتها على هاد شكل درت فيها هاد آآ هاد العويدات ديال الطمر وجات في حاجة اللي مختلفة ما معروفاش اشنو هي وهنا كما كتشوفو هادي شميعة ودرتها في هاد آآ هاد الاباجورة ديال الطين آآ جات تاي زوينة ورومانسية كتعرفو اللون الاحمر كيكون شوية آآ رومانسي وهنا هادو كل بنات كويسات تاي هما شاطوا عندي يعني بقوا عندي غير هاد الجوج آآ سبغتهم باللون الارجونتي والدوغي حتى هما رضيتهم على شكل ديكور والمهم هادو هما آآ ديكورات اللي صابت لهاد هاد المتحف ديالي آآ غادي نشارك معكم حتى هاد هاد المحار تاخدوا لي هدا هو فكرة ما كان هنضيعوش بالنسبة لهاد المحار آآ كان نشو هكا الوالدية معروف في هاد المحار آآ او فواكه البحر آآ تم عندهم آآ كتير تناكلوه وتنجمع هاد الاسميتو ديالهم وكان جيبهم وكان سبغهم حتى هما وكان خليهم على شكل ديكور كي جراء يعين البنات غادي تشوفوني شنو غندير بيهم آآ المهم آآ درت واحد شكيلات على هاد الشكل كي ما كاتشوفو المهم البنات بغيت انا هاد الانتحف ديالي تكون في كل شيء آآ مصيبة بيدي يعني ما شريتش في شيء حاجة ما شيء حاجة لي مصيبة من جهة اخرى ولا هادا آآ ما بغيت هاش بغيتو كله يكون من صنع يدي آآ من آآ آآ بتي كاراتي من شيء حويج لي اتخيلتهم وفعلا آآ قاد ديتهم ووجدك شيء رائع البنات آآ هنا غادي ندوزوا البنات باش غادي نقادوا هاد هاد الدكورات في هاد البانو هنا كي ما كاتشوفوا البنات درنا هاد ليزي تاجير آآ صاوبهم لي يا راجلي صارحة صاوبهم وطلعوا زوينين من البنات غير بيدي يعني ما صاوبنا مش عاد النجار كي ما قلت لكم كل شيء هاد شيء صايبنا بوحدنا يعني ما محتاجينش شيء حد لي ندخلوه اولا آآ يصاوب لنا شيء حاجة مهم كل شيء اللي عرفتها انا صايبتها واللي عرفها راجلي صايبها هنا صايب لي يا هو هاد اللي زي طاجير وسبغناهم هكا بالوينات الحمار والاسود والابيض جاو على هاد الشكل كي ما كاتشوفوا ودابا غادي نقادوا هاد دكورات كل حاجة غادي نحطها في بلاستها آآ اول حاجة غادي نحط هاد اللواحة غادي نحطها فوق من هاد الرخامة تحت من هاد الفازة غادي تجيع لهاد الشكل غادي نحط معاها هاد دكورات اللي صاوبت دي الفواكه اللي حطيتهم في هادوك المحارات جاو بحل شكل دي الزليفات اولا المهم شي شكل اللي جامع لي هادوك الفواكه جاء الدكور هاكا تحت من تلفازة غادي ندوز هاد اللي زي طاجير وغادي نحط فيهم هاد الدكورات اللي آآ كل حاجة غادي نحطها في بلاستها غادي تشوفوا معايا كل حاجة فين حطيتها وعطيوني الرأي ديالكم ضروري بغيت الرأي ديالكم اه احنا ماشي بالضرورة اننا انا انا بغينا نصيبو شي حاجة زوين اخسنا نشريوها علاش لله لكن عندنا شي فكرة عندنا شي ما نعقزوش عليها نصوبوها والمهم الى صوبتي شي حاجة بيديك كتعجبك حسن ما كت الحاجة اللي شريتها يعني الحاجة اللي شريتها ركي لقيتها واجدة ماشي بحال الحاجة زي لا صيبتيها وتعبتي فيها اه كتشوفيها وكت كتفرحي وحق الله العادم زي ما مني كنشوف هاد الامتيحة وكن يعني كتقلسي تفرجي في الفازة كتشوفي شي حاجة اللي اه اه مصيبة اه بالليد يعني ما في هات شي حاجة اللي اللي مشرية من برا اه المهمة البنات اللي بيت نقول لكم الهدف من هاد الفيديو غير باش اه تعرفوا ان اه اي وحدة فينا عندها شي حاجة اه كت يعني كتعرف لها سوى صناعة سوى اه المهم اه شي حاجة اللي كت اه مخبير في ما كتبينهاش المهم اه نقابلوا الوليدات اه نقابلوا الدار ديانا نقابلوا يعني اه المسؤولية ديانا وفنفس الوقت الى كنت عندي شي شي هواية او لا شي فننحطو وننبينو باش اه اه تقنا نقول واحد النهار ارا هات الحاجة صيبتها انا بيدي او لا صنعتها بيدي وهنا كما كتشوفوا اه حويجات لي هما اه بساطين ولكن اه خلى واحد البصمة هنا في هاد البلاسة اه تبقى دائما البنات اه اللي يدخل عندي كيشوف هاد البانو هكا مصيب يعني حويجات اللي اه ما معروفين ما كانت لقيهمش في السوق ما غادش تشوفهم بزف اه ضروري ما غاد يعجبوك هاد شي اللي كان البنات كانت منه هاد الفيديو يعجبكم كانت منه اه اه تعطيوني الرأي ديالكم وكان اه اه اكد الى اعجبكم الفيديو ما تنسونيش مندي لايك وبرتاجي والفيديو الاهل والاحباب ولما كنتوش مشتاركين في القناة كانت منه تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وكان قول المتتبعات ديولي اللي يطلبوا مني باش اه اه نشارك معاهم اه ضاري هنا في اسفي اه فغادي نلبي لهم الطالب ان شاء الله وغادي نشارك معكم البنات ضاري هنا اياه كيفاش مقدها وكيفاش منظمها يعني كل حاجة اه من الالف الى الياء فان شاء الله انتظروا الفيديوهات اللي جايين تحت طلب ديالكم اه ما غادي تكون ان شاء الله غير خاطركم وهذه هي النتيجة ديال البانو ديالي اه كيفاش جاء شكرا لكم البنات على المتابعة كنتمنى انتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة